يعني رغم فداحة ما يتم في غزة على مدار 82 يوما ثمة أشياء يجب التوقف عندها لدى الجانب الآخر لدى الاحتلال فكة الاستهداف للمحيط للسفارات في نيوديله ولو سفارة نيوديله مثلا فكة استهداف الصفن التجارية الخاصة في البحر الأحمر فكة التوترات اليومية على الشمال وسقوط قتلى لجيش الاحتلال والمدة الزمنية ما ذكرته الآن سيد سليمان إلى أي مدى تعتقد حضرتك أنه يشكل ورقة ضغط على متخذ القرار داخل إسرائيل تحية لك والمتابعي الكرام واضح جدا أن هناك حالة من تصعيد المواقف من اتجاهين أولا من قبل قادة الإسرائيليين ومن قبل قادة الاحتلال الإسرائيلي بتحديد المستوى السياسي بن يمين نتنياهو عندما يتحدث عن استمرارية هذه الحرب يقابل ذلك أيضا تصعيد للحالة الميدانية الإقليمية باتجاه الأهداف الإسرائيلية أو الحدود الإسرائيلية كما تفضلت موضوعة الانفجار بالقرب من الصفارة الإسرائيلية في يونيو الديلهي موضوعة التجارة الدولية في البحر الأحمر وموضوعة الحدود الشمالية هذا الأمر ربما يعيدنا إلى قضية مهمة جدا وهي أولا هي تتعلم في عملية تعزيز أولا الصف الداخل الإسرائيلي والإبقاء على حالة الجهوزية التامة وحالة الحجد في قرار الحرب هذا أولا في المقابل من ذلك أيضا هناك ربما محاولة التصعيد إلى حالة القمة من قبل إسرائيل وهذا ربما حتى نفهمه أكثر هو محاولة لإعادة المكانة الأمنية العسكرية إسرائيليا على المستوى الإقليمي والدولي إسرائيل ما قبل السابع من أكتوبر كانت هي تمثل النموذج في القوة العسكرية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي هي تريد أن تعيد هذا المشهد من خلال أنها تتحكم ميدانيا بكافة الأطروحات أو بكافة الأوراق أو بكافة الخطوط الأمنية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل عندما تتحدث عن عملية التصعيد في جبهة الشمال وتهديد إسرائيل بإمكانية الذهاب إلى خوض حرب وتهديدات حزب الله اللبناني عندما يتم الحديث عن الحلف الأمني الأمريكي في البحر الأحمر كل هذا الشيء هو محاولة تعزيز المكان الأمني الإسرائيل لكن هذا الأمر كله إن أردنا أن نتطلع إليه أيضا بالمفهوم الآخر وهو إفاد الشخصية الأبرز في حزب الليكود إلى واشنطن للقاء المسؤولين الأمريكيين وهذه الشخصية التي هي تعتبر خليفة نتنياهو في حزب الليكود أو ربما هو الشخصية الظل لنتنياهو في حزب الليكود إذن نتحدث عن إمكانية هناك رؤى يتطلع لها نتنياهو الآن ليفرحها أمام البيت الأبيض والإدارة الأمريكية ربما رؤيته تجاه الحرب في قطاع غزة من جانب والجانب الآخر الأبعاد الجيوسياسية لهذه الحرب وتداعيته وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على مستقبل الحالة الوجودية لإسرائيل إذن نحن نتحدث الآن في ذروة الحرب نتحدث في ذروة ومكانة الرؤى الإسرائيلية تجاه تطورات وتحولات المنطقة وأيضا كيف أن إسرائيل تحاول أن تحافظ على مكانتها في ظل الخسارة الميدانية وهنا نقطة مهمة جدا إسرائيل هي التي تخسر ميدانيا والتي لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تحقق أحداث عسكرية في قطاع غزة هي تريد الآن أن تبرز أن دورها السياسي هو الذي يسيطر على المشهد وتريد أن ترتب كل الأوراق ما بعد هذه الحرب وفقا للمنظور الإسرائيلي وما يخدم المنظور الإسرائيلي مستقبلية على ذكرك سيد سليمان للحرب الوجودية نتنياهو نفسه أسمها هكذا قال إنها حرب وجودية لا أدري لماذا استخدم هذا التعابير ربما المبالغ فيه لا أدري هل إذا لم تنتصر إسرائيل في هذه الحرب لن تكون موجودة بالمنطقة؟ نعم دعنا نقرأ هذا من الزاوية الإسرائيلية بالتحديد لأن القادة الإسرائيليين وبالتحديد بن نتنياهو ركز به بشكل كبير جدا وبالفعل هذه المحطة العسكرية وهذا ليس كلامي أنا كلام قادة وضباط عسكريين سابقين وشخصيات من بينهم أولمرت أيضا رئيس الوزراء الأسبق الإسرائيلي وكلام أيضا وزير الدفاع الأمريكية عندما قال أن إسرائيل قد تخسر مستقبليا واستراتيجيا الجميع يدرك أن إسرائيل إذا خرجت من هذه المحطة بحالة ضعف متكاملة يمكن أن يؤثر بمعنى أو بمستقبل المشروع الاستيطاني الصهيوني الإحكيلالي في الأراضي الفلسطينية وبالتالي هذا يؤثر على المفهوم الوجودي بالنسبة لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وهذا بالمناسبة هو ما يفسر ويدلل كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة تتماهى بشكل كبير جدا مع الرؤية الاستراتيجية في هذه الحرب على الرغم من جميع الانتقادات على الرغم من الانعكاسات والتأثيرات السياسية أيضا على الحالة السياسية ومستقبل الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت تنعزل بشكل كبير جدا عن الأجواء أو المعادلة السياسية الدولية إلا أنها ما زالت تخاطر وتراهن على أن إسرائيل يجب أن تبقد تلك الدولة التي تحافظ والتي تجعلها هي المركز في منطقة الشرق الأوسط لأن فقدان هذه الورقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية سيعني الكثير في معادلة قطبية العالم وإدارة العالم وفق القطبية والرؤية الأمريكية إذن نحن نتحدث فعليا هذا هو ما يخشاه الاحتلال الإسرائيلي مفهوم المستقبل وبالمناسبة يعني الخطاب الذي ألقاه هرتشو قبل يومين أو ثلاثة كان واضح جدا أنه عندما يتحدث عن نبض الخلافات الداخلية هو يخشى عن عملية التداعي التي يمكن أن تنهك المجتمع الإسرائيلي الداخلي والذي يمكن أن يعزز حالة الانهيار المستقبلية إذا ما كان هناك استمرارية لهذه الحرب في وجود وفي ظل خلافات إسرائيلية الداخلية إذن سيصبح البيت الإسرائيلي هو أقرب إلى حالة الانهيار منه إلى عملية الترميم بعدما جرى في هذه الحرب طيب فيما يتعلق بالمواقف الدولية سيد سليمان يعني بالتأكيد لا خلاف على أن إسرائيل في نهاية المطاف وأول المطاف كذلك هي الإبن المدلل دائما الذي لا يخطئ عادة بالنسبة للولايات المتحدة وإن كنا ما زلنا نعيش عصر القدب الأوحد حتى وإن كانت أوروبا يعني تعاني ما تعاني في استقلالية قرارها عن الأمريكان تظل كذلك أوروبا يعني رقما في المعادلة لا يستهان به في بعض الحالات وهنا السؤال على مدار سبعة عقود مضت تقريبا كانت أوروبا تنظر إلى إسرائيل على أنها الكيان المظلوم الذي اتهد في أراضي أوروبا وبالتالي يجب تعويضه الآن بعد هذه الحرب هل تعتقد أن هذه النظرة ما زالت قائمة سمعت إسرائيل أوروبيا نعم دعنا نعود إلى قضية مهمة جدا وهذا سؤال مهم جدا الذي تفضلت به ونقاش رائع في هذا الإطار أن أوروبا الإشكالية الأكبر فيها أنها منحكمة ومرتبطة في القرار السياسي والسيادي الأمريكي نتيجة ماذا؟ أنه في أعقاب الحرب العالمية الثانية كان هناك عقد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الولايات المتحدة الأمريكية توفر الحماية الأمنية الكاملة للدول الأوروبية مقابل أن يكون هناك تباعية للمواقف السياسية للإدارة الأمريكية وبينما وهذا يجيب على السؤال الذي تفضلت به أن الرابط الذي يربط الدول الأوروبية بالموقف الإسرائيلي هو نابع وممر من القناة الأمريكية التي تريد أن تحافظ على إسرائيل كدولة مركزية لكن الآن ما بعد هذه الحرب وهذه نقطة مهمة جدا أن هذه الحرب هي أعادت على طاولة مشروع أو عملية قراءة لجدوى استمرارية ذات المواقف السياسية باتجاه إسرائيل باعتبار إسرائيل أولا أنها ذات تشكلات متغيرة هذا من جانب وثانيا باتت تؤثر بشكل كبير جدا على المصالح الأوروبية والنقطة الثالثة أنها باتت تهدم المعادلة الحقوقية الإنسانية التي شكلتها أوروبا والتي اعتبرتها هي العقد الأساسي لاستمرارية النظام الدولي بشكل كبير عندما يتحدث جوتوريش عن أن هذه الحرب ستحدث عملية انهيار في المنظومة الحقوقية والمنظومة الإنسانية هو كان يدرك أن هذا الأمر وهذه الحرب سيكون لها تداعيات على طبيعة المعادلة التي شكلت حالة ضامنة لتماسك الدول الأوروبية والتي تغنت في المبادئ الأساسية ما بعد الحرب العالمية الثانية إذن هنا الإشكالية وهنا ربما يكون هناك حالة من التنازع ما بين الأفكار وما بين الرؤى والمبادئ الأوروبية وما بين الذهاب إلى عملية الدعم الكاملة للاحتلال الإسرائيلي تحت المنظومة الأمريكية أو ضمن القناة الأمريكية إذن أنا باعتقادي وهذا ربما ظهر في جلسة مجلس الأمن الأخيرة وما قبلها أن كيف الدول الأوروبية هي من تخلت عن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية بمواقفها وهي لم تعبر عن ذات التوجه الأمريكي في مجلس الأمن إذن هناك تراجع في المواقف فيما يتعلق بالحالة الإسرائيلية وفي طبيعة الدعم للحالة الإسرائيلية وفقا للمنظور الأمريكي إذا ما استمر بهذا الاتجاه وهو إنهاك الحالة الإنسانية بشكل كامل وهو هدم المنظومة الإنسانية والحقوقية بشكل كامل لأن أوروبا تدرك أن هذه المعادلة لا يمكن أن تشكل حالة إرباك داخلية لها في ظل أن أوروبا هي الأكثر استقطابا للاجئين في العالم وبالتالي هناك تشكل في العرقيات وبالتالي قد يحدث حالة من عدم الاستقرار داخل أوروبا نتيجة المواقف إذا ما استمرت على هذا النحو لإسرائيل وبالتالي أنا باعتقادي سيكون في أعقاب هذه الحرب مراجعات كثيرة أوروبيا بالتحديد تجاه مواقفها من إسرائيل كدولة احتلال وكيفية دعمها ومساندتها وأيضا سيكون هناك مراجعة في طبيعة العلاقة الأوروبية الأمريكية ولهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية عندما ذهبت للحديث عن إنشاء حلف أمني لحماية المصالح التجارية في البحر الأحمر ذهبت إلى محاولة إعادة لملمة الأوراق السياسية التي فقدتها عالميا من خلال الحديث عن تداعيات الشق الأمني على التجارة الدولية في البحر الأحمر وبالتالي وكأنها تريد أن تبقي استدعاء الخطر والخوف من أي احتمالات مستقبلية هي الذريعة الأساسية للتوحيد الموقف الأوروبي مع الموقف الأمريكي كذلك سيد سليمان أريدك مشكورا أن تعلق على من يرى أننا أمام شيء غير مسبوك في هذه الحرب وبالتالي لا نستطيع أن نتوقع النهايات وقد تكون النهايات غير مسبوكة لأول مرة منذ العام 1949 تخوض دولة الاحتلال في إسرائيل هذه المدة الزمنية من القتال أكثر من ثمانين يوما لأول مرة تتعرض لهذا العدد من الأسل لأول مرة ربما يكون فيها الدعم العسكي لها علنا بحاملتي طائرات على سواحلها وغواصة ناوية لأول مرة ربما يكون هناك خلاف داخلي داخل إسرائيل وهي تحارب خارجيا لأول مرة تتعرض لهجوم على أراضيها في السابع من أكتوبر وهكذا وبالتالي النهايات لن تكون متوقعة لن تكون راديكالية لا نهايات هذه الحرب لن تكون متوقعة ولا تبعات وسيرورية هذه الحرب عندما نصبح صباحا على حدث قد يكون له تداعيات أكثر من الحدث الذي يسبقه أو من الحدث الذي يليه وبالتالي هذه الحرب كما تفضل هي منذ بدايتها منذ اليوم الأول في السابع من أكتوبر هي شكلت منظومة ومعادلة مختلفة عن أي حروب تخوضها إسرائيل من حيث البعد الزماني البعد المكاني البعد الجغرافي والبعد السياسي وأيضا موضوع التداعيات التي ستترتب عليها ولهذا السبب عندما تحدثت أن المنظومة العالمية والدولية الآن ربما سيكون لها إعادة تشكيل هذا الأمر قد لا يكون يوم غد ولكنه في المنظور ربما الاستراتيجي وبعيد نوعا ما سيكون لها تداعيات كبيرة جدا والكثير من التداعيات في هذا الإطار هذا فيما يتعلق في هذه الجزئية النقطة الأخرى وهي تتعلق في طبيعة النظرة إلى المشروع الإسرائيلي بشكل كامل وهذا هو ما تخشاه إسرائيل الآن إسرائيل دائما التي كانت تقدم نفسها على أنها الضحية في العالم وهي تستعطف الجميع وتستحضر المحرقة وتستحضر النازية بشكل كبير هي اليوم تمارس أبشعة من ذلك وأمام العالم ككل والصور التي ينشرها الجيش الإسرائيلي نفسه هي تتحدث عن هذا الشيء وليس اختلاقا وليس من منظور فلسطينيا أو منظور عربي وإنما المنظور الإسرائيلي الذي بات يقدم هذه السردية هو يدلل بشكل كبير جدا على أن هذه الحرب أولا على المجتمع الإسرائيلي الداخلي وطبيعة التركيبة الداخلية وهذه ربما مهمة جدا في صيرورة المستقبل الإسرائيل بشكل كامل النقطة الأخرى على المعادلة الإنسانية والحقوقية الدولية النقطة الثالثة على صيرورة المعادلة السياسية عندما نتحدث نحن عن هذه الثلاثة محاور نتحدث أن هذه الحرب بما تحمله وبما قد تحمله في المستقبل القريب ربما سيكون لها الكثير من التدائيات وأيضا النقطة الأخرى التي تفضلت بها وهذه مهمة جدا أن هذه الحرب لا يمكن أن نقول لها أن لها هناك نقطة نهاية كما أن بدايتها لم تكن متوقعة وبتالي نهايتها لن تكون متوقعة في الشكل وفي النتائج وفي التدائيات وهذا باعتقادي قد يجعل الأمور وقد يجعل الحالة الفلسطينية والقضية الفلسطينية الآن هي محط الإهتمامات بشكل كبير جدا والتي ستستحوذ على صانعي وقادة القرار على مستوى العالم في كيفية قراءة وطبيعة هذه المعركة وهذه العرض وتدائياتها وتأثيرها ما هي الاحتمالات هنا سيد سليمان ما هي عند النظر إلى أي أزمة سياسية بيتم النظر في كل احتمالاتها لتحديد أو لتوقع العواقب يعني مثلا إذا منتصرت إسرائيل مثلا وقادت على حماس وفرضت نظاما سياسيا ما على قطاع غزة كيف ستكون العواقب وإذا لم تستطع أن تصل إلى قادة حماس وغادرت القطاع بعد ثلاثة شهور خمسة شهور وكأنك يا أبو زيد ما غزيت مثلا كيف ستكون العواقب أيضا نعم وهذه ربما أحد الأشياء التي تؤربخنا كمتابعين ومحللين ما هي طبيعة العواقب وكيف هي شكل السيناريوهات التي ستكون في الحالة الأولى التي تفضلت بها أن إسرائيل تحقق انتصارا في هذه المعركة وبالمناسبة حتى قبل ذلك هذه المعركة باعتقادي أحد السيناريوهات التي قد ترسم لها أنه لن يكون هناك انتصارا واضحا بمعنى أنها ستكون بنظام النقاط كل طرف ربما يسجل نقاطا لكن الضربة الحاسمة لن تكون في هذه الحرب لأنها انذهبت إلى هذه النقطة الحاسمة وهي المعادلة التي تتحدث عنها وهي إما نصر حاسم للمقاومة وإما نصر حاسم لإسرائيل في حالة النصر الحاسم لإسرائيل في هذه الحرب أنا باعتقادي فإن القضية الفلسطينية سيتم يعني ليس فقط تهميشها وإنما سيكون هناك قضاء كامل على مستقبل الوجود الفلسطيني ككل ومستقبل المشروع السياسي الفلسطيني والقضية الفلسطينية وهذا الأمر هو باعتقادي يعني يبتعد احتمالية حدوثه في المقابل هل يمكن أن تكون هناك نصر حاسم للمقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي لو افترضنا هذا السيناريو أيضا سيكون له تداعيات كبيرة جدا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وهذا المشروع الاحتلالي بشكل كامل ولكنه في نهاية المطاف باعتقادي هذا أيضا سيناريو لا يمكن تحقيقه وبالتالي أنا باعتقادي موضوعة الحسم في هذه الحرب لن تكون حاضرة كنقطة مركزية وكنتيجة نهائية وإنما سيكون هناك ربما مقاربات في هذا الاتجاه ما بين كل طرف يسجل نقاطا على الطرف الآخر وهذا هو ربما يجعلنا نتحدث عن السيناريو الثالث وهو السيناريو الذي ربما يشكل خطوطة ونقاط اشتباك ونقاط وخطوطة ومعادلة علاقة جديدة ما بين المشروع الإسرائيلي وما بين القضية الفلسطينية من جانب وما بين المشروع الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط والعلاقة الدولية بشكل كامل لأنه في نهاية المطاف إذا ما بقيت إسرائيل قوية هي ستفرض الكثير من المعادلات حتى على الإقليم لكن عدم قدرتها على تحقيق الانتصار الكامل أيضا سيشكل الإقليم معادلة أخرى في طبيعة العلاقة وهي تختلف عن تلك المعادلة والعلاقة التي كانت ما قبل السابع من أكتوبر وبالتالي نحن نتحدث عن تشابقية هذه التشابقية ربما هي تحسن مع نهاية هذه الحرب وكيف سيكون شكلها بشكل نهائي لكن في نهاية المطاف المؤكد من جميع القراءات جميعا أننا لن نصل إلى مرحلة حاسمة في نهاية هذه الحرب وإنما سيكون هناك ربما حال ما بين بين